في موكبٍ مهيب شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد أمجد الجعص الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جينين ومخيمها يوم أمس وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس وصولاً إلى مخيم جينين في مسيرة جابت شوارع المخيم وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالمحتل وسياسته الإجرامية وعدوانه المستمر وكان نجل الشهيد أمجد الجعص واسمه وسيم الجعص ارتقى أيضاً برصاص الاحتلال في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير من العام الجاري بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جينين استشهد على إثرها تسعة فلسطينيين